الآن يا تانسر لو قمنا بدمج البكرة الثابتة مع البكرة المتحركة قبل ما ندمجهم شو كان الفائدة أو أهمية البكرة الثابتة كانت تعطينا الأمان للعامل لكنها كانت قوة الشد تساوي المقاومة كانت قوة الشد يعني العامل ما كان مستفيد إشي ما كان في فائدة آلية هنا للبكرة المتحركة العامل كان يقوم بقوة يؤثر بقوة شد أقل من المقاومة يعني كان بشد بدل ما يشد ثقل وزنه 200 نيوتن كان بشده بقوة 100 نيوتن فبالتالي خفف على حاله مقدار قوة الشد طب لو قمنا الآن يا تاسع بدمج هذه البكرتين رح نستفيد عاملين رح نكسب أمان للعامل رح يكون أكثر أمانا ورح يشد العامل بقوة أقل من قوة المقاومة فشوفوا التالي هذا عنا سطح بناية فالعامل كان هنا الثقل بده يرفع لهذا الاتجاه قام بإحضار حبل ثبته بسقف البناية من هذا الطرف طبعا وهذه البكرة شو تعتبر لأنها مع المقاومة أي بكرة يا تاسع أي بكرة مثبتة مع المقاومة بتكون بكرة متحركة لأن تتحرك مع انتجاه البكرة وينما تمشي البكرة بيمشي معها المقاومة والمقاومة هي الوزن وينما بيمشي الثقل هو وزن تمشي مع المتحركة فعشانك سميناها بكرة متحركة وهنا شوفوا شو ثبت ثبت بكرة ثابتة فدمج بكرة ثابتة مع بكرة متحركة طب تاسع نذكر أن البكرة الثابتة كانت قوة الشت شو بتساوي المقاومة بس لتذكير كاتلك بلون الأحمر أما قوة البكرة المتحركة قوة الشت تساوي نصف المقاومة طب العامل وين موجود؟ على سطح الأرض طب فهو كسب عامل الأمان وكسب أنه رح يشد بقوة تساوي نصف المقاومة نرجح هون هلأ لما المقاومة وزنها 200 نيوتن أنا معطيك بالمثال 200 نيوتن اللي هي 20 كيلو جرام 20 في 10 وتساوي 200 نيوتن هي المقاومة اللي هي الوزن يا تاسع ما ننسى طب كونها متحركة انتبهوا ومثبتة في استقف استقف شو رح يأخذ؟ رح يأخذ نصف إذن استقف رح يحمل 100 نيوتن بهذا الاتجاه رح يحمل 100 نيوتن بهذا الاتجاه طب بهذا الاتجاه من هنا قبل ما نوصل للبكرة الثابتة رح تحمل برضو 100 نيوتن فبالتالي استقف حمل نصف الوزن طب قوة الشد هل هي صحيحة؟ نصف المقاومة نعم نصف الميتين مية فبالتالي قوة الشد من هذا الطرف 100 نيوتن الآن وصلة هذه الثقل أو الوزن اللي هو الجسم اللي أمدر فأوصل لهذا الاتجاه عند البكرة الثابتة فالعامل ظل يسحب هاي القوة المنهون قام بقوة شد بهذا الاتجاه قوة شد كم مقداره برأيكم؟ احنا حكينا البكرة الثابتة قوة شد ساوي المقاومة فإذن القوة لهون مية فالعامل لما رح يسحب يسحب رح يسحب بقوة 100 نيوتن لكنه ما سحب 200 فكسب انه القوة اللي سحبها نصف المقاومة وكسب انه موجود على سطح الأرض أكثر أماناً بالتالي رفعنا الثقل إلى سطح العمالة طبعاً فيكون فيه هنا عامل آخر بساعده على شيل هذا الثقل إلى طرف سطح البنعية فبالتالي العامل اللي هون كسب الأمان وكسب انه شد بقوة ساوي نصف المقاومة طيب الآن نسأل السؤال الأول ما الفائدة أو كم الفائدة الألية من استخدام هذا الشكل أو هذه البكرات نشوف الآن فائدة الألية المقاومة كم بكانت بالشكل 200 لكن قوة الشد اللي شدها العامل 200 على 100 وتساوي 2 طبعاً ما فيه واحدة للفائدة الألية طيب بالطريقة الثانية ممكن أحسبها انتبهوا يا تاسع هون البدياكت انتبهوا منيح الفائدة الألية حكينا تساوي ميم على قاف حسبناها طب الفائدة الألية مش عدد الحبال طب مسأنا في عندي شوفي كم حبل انتبهوا يا تاسع بغطي على البقرة الثابتة هاي بكرة ثابتة ما ببلش فيها فروحوا على البقرة المتحركة كم حبل حواليها واحد من هون واحد من هون إذن الفائدة الألية تساوي عدد الحبال حول البقرة المتحركة فقط وبأكدلكوا على كلمة فقط هين غطيت المثابتة ما بلشت فيها وبالتالي عدد الحبال حول البقرة المتحركة فقط يساوي عده واحد اثنين فبقدر احسب الفائد الالي بهاي الطريقة وبهذه الطريقة عندنا الواجب يا تاسع بس انتبهوا الله يرد عليكم من خلال نفس هاي الرسمة غيرت نفرض ان كتلة الجسم ما عطيتكو هون الكتلة ما عطيتكو الوزن مباشر انتبهوا عطيتكو كتلة الجسم 300 عفوا 30 كيلو جرام عطيتكو كتلة الجسم هذا بدل ما هو 200 نيوتن المقاومة عطيتكو كتلته 30 كيلو جرام اوجد قوة شد العامل بدنا هاي القوة من هون او شو بتحسبه معاكو الكتلة شو بتحسبه اكيد تحسبه المقاومة بعدين بتحسبه بدي قوة شد العامل وبيدي الفائدة الالية بطريقتين بالطريقة هاي وبالطريقة هاي عنا طبعا حل السؤال اول فرع اثنين صفحة 28 انتبهوا حكا تبطيكو هون ملاحظة وجود بكرات ثابتة وبكرات متحركة لما بدأ احل او احسب الفائدة الالية حول مين بنتبه اكيد حول البكرات المتحركة بغطي على البكرات الثابتة والله يعطيكو العافية